ايه اقول ايه تاني في ريال مدريد خلصنا كل حاجة والله خلصنا كل حاجة ده من السنة اللي فتت وإحنا مخلصين كل حاجة طيب عام الفرقة دي بتكسبش بالحراب ولا حتى كمان بالحظ خالص خالص ولا للرجل اللي ضرب بلانس في الثمنتاشر وكرة داخل الراجل الجون ولا ايه حخص ولا ايه حخص بالكلام ده ولا ضربة الجزاية بتاعتمرسله ضربة جزاية راجل ولا شاكير شاكير ده عظم محاكم في الدنيا ولا ايه حخص دي فرقة مكتهدة فرقة عظيمة جبارة يعني مع كل الادوات اللي في الدنيا كل الادوات كل الادوات يعني انا شوف مثلا انفرق يبقى معها الحظ بس ما عاش تحكيم ماشي يحصل زي مثلا حارس المرمى بتاعه نهار ده البيرن يتكفي على ويشه فالكرة تخش جوله يحصل لكنه كمان الراجل الحكم ينتصف نظره وضربة الجزاء واضحة يا راجل بص في ايد مارسله ده مفيش كده ده كوكب الارض وسكان المريخ شايفينها عمل نفسه ضرير مش موجود كمل يا سيتي طب بصوا بقى عشان نجيب من الاخر احنا يعني احنا بنتبلع على ريال مدريد بنتبلع عليه طب انا هوري لحضراتكم من خلال البطولة ديت كمية الحقد الدفين اللي جوان عشان احنا نص حقدة ما في ماتش من الماتشات اللي لعبها ريال مدريد الا والتحكيم معاه بنسبة كبيرة جدا مش هقول نسبة 100% الا والحظ والتوفيق معاه طيب هفرقوا هاتي طلع علينا للصور يا عمار من ماتش اليوفي زهابا وقيابا ده ماتش البايرت ماشي كده ده ماتش البايرت النهاردة كورتين واحدة في ايد مرسله والتانية قدام حضراتكم وحكم يا عم الحج صفر يا ابا ضربة جزاء سيدنا يا سيدي في ايده وهو لازم يعني يمسكها بأيدي اللي اتنين وهو يعني لازم الكورة تلمس كل ايديه وكل جوارحه وبوشه عشان خاطر تسفر يا عم دربة جزاء لا مش شايف كامل يا سيدي ها كارفخال ماتش الي فات يا سيدي دربة جزاء يا عم الحكم ما فيش البايرت برضو بص الحكم بقى بص الحكم بص بص الحكم وهو ايه واقف عامل نفسه شايف كل حاجة ولا في اي حاجة يا عم صفر يا عم تقل لا ما فيش فايدة البايرت قدام حضراتكم على الشاشة تب اقول ايه طاي مفروض اطلع اقول البقال اللي انهاردة ولا اطلع عامل ايه اهو ماتش اليوفي في ايه في ايه في ايه كازيميرو اخوانا طب بالدائرة الحمرة طب باي حاجة لا ما فيش مش ضربة جزاء دي لا ما بنحسبش طب الكورة دي مش ضربة جزاء لا صفر ضربة جزاء يا الله احنا لازم الريال يكسب اليوفي لازم يعدي يا عم الحاج مش ضربة جزاء لا ضربة جزاء يا سيدنا طب اللي فات كله لا ما اللي فات كله احنا مش شايفين احنا ما بنشوفش غير الكورة دي صفر يا سيدي ضربة جزاء الريال يكسب اليوفي ويصعد ويكمل انا اطيكم ماتش اللي فات يا جماعة ماشية لو عادت اجيبلكو صور وفيديوهات وقصص وحكايات وروايات يا خلصانة فرقة اتضربت كلها بالاصابات قبل ماتش الزهاب اتضربت كلها اصابات والماتش اللي فاتي اتنين في اول في اول المباراة روبن و بواتنج والنهار ده ريال مروق ريال مدريد مروقوا واحد سفر بعدين واحد واحد بعدين اتنين واحد بكورة مستحيل مستحيل تخش في حارس مرمى في دوري مراكز الشباب اللي بنعملوا هنا في مصر هو براج راح ويقع لوحده كده لا 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 حاشا لله مش عوازة خالص لا 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 زيدان ولا مسك السبحة ولا حاجة ولا اي حاجة خاص جماعة الله اللي بيحصل مع ريال مدريد ده عكس نوميس تكون يعني لما تكون وحش لازم تتغلب ايه انا بقول حاجة غلط لما تكون وحش لازم تتغلب بتحصل في كل حتة في الدنيا انت النهار ده كويس بتكسب ما تكون وحش ماتش وعشان انت فرقة تقيلة مهم ع كل ده برضو انا اقول اللي لايه واللي علايا يا الريال طبعا فرقة تقيلة بس ما بيكفهاش بس ان هي فرقة تقيلة ده هي فرقة تقيلة ومعاها كل العناصر التانية اللي في الدنيا طب انا راضي زمتكم باللي انتو شفتوه ده واللي انا بقوله بقى لي كزا حلقة الريال مدريد حاخدوا البطولة دي ولا مش حاخدها او بقولي بقى مش عارف ايه مبخت انا مبخت انا فرقة مبخت ايه اللي يقف قدامي زال قطر زال قطر فيش حاجة بتوقفني ارضى البيران المضيعة لوبتاح حالي مش قل من عشر فرص وعد يا عم وما فيش فايدة هي مش عايزة وعايزة ريال مدريد نبارك لريال مدريد الوصول لنهائي دوري ابطال اوروبا والمواتش اللي جاي انا عارف ان انا حاطلع برضو على الهوى وانا قلت لحضراتكم قبل كده الف مبروك لريال مدريد الفوز بالبطولة التالتة على التوالي ليه بقى مش كل حاجة في الدنيا انت لازم تفهمها مش كل حاجة في الدنيا لازم تبقى عارف ان هي كورة لا في كورة واشياء اخرى مع ريال مدريد الاشياء الاخرى اكتر من الكورة بكتير اوي اخوانا المدريدية ببرك لكم والله يعني مش عايز اقول لكم قد ايه انا ببرك لكم من كل قلبي اعماق يعني وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله وتكسبوا النهائي عشان انتوا فرقة كبيرة وتستحق المكسب في اكتر من كده انصف بنا وفقكم بقى ان شاء الله باذن الله الفترة الجاي بعيدة عندنا طول ما احنا الدنيا مشها كده انا هشجع ريال مدريد الماتش الجاي مش هيلاق بهم يعني ان شاء الله باذن الله ليفر بول هيكسب بكرة انا هشجع ريال مدريد اجرب اشجع الفرقة دي اصلا بقى لي فترة كلما اشجع حد يتويكس كلما اشجع حد يتويكس فخلاص يعني الفرقة اللي بشجعها خرجت من دور الابطال فخلونا نركز شوية مع ريال مدريد انا ماتش الجاي يا جماعة علنها على الهواء مباشرة حتى ولو الطرف التاني هو ليفر بول انا هشجع ريال مدريد وحجرب مشاعر المدريدية في انهم ياخدوا الماتشات بالحرام وبالتحكيم وبالكوسة وبالبطاطس وبالملوخية من الماتش الجاي ان شاء الله عندنا اخبار وتفاصيل كتير النهاردة هزرنا كتير وتكلمنا في حاجات كتير تعالوا نهزر اكتر الفيفا الاتحاد الدولي ليه كرة القضاء منزلين حاجة غريبة جدا على الموقع كنت اتكلمت معا حضراتكم فيها في مصر في كاس العالم في الحلقة بتاعت يوم الجمعة اللي فاتت قالك ايه منزلين تصويت على الكلام ركز معايا في اللي هقولهولك المفروض العبارة او الجملة اللي هتتكتب على الحفلة او الاوتوبيس بتاع منتخبنا الوطن فمنزلين لك ثلاث عبارات هم بيتعاملوا مع اوتوبيس منتخب مصر على انه هو توك 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 او 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 عربية ربع نقل فانا مستحيل فانا مستحيل طبعا نعرف اقرأ اللي مكتوب ده ايه لما يعني ابقى نظري غشش يا سيدي فالاولانية قالك ايه بقى خلاص انا شفته قدامي قالك عدنا بعد سنين لنسعد الملايين توك توك يعني عبارة تتكتب على توك توك انما تتكتب على اوتوبيس منتخب مصر اوتوبيس منتخب مصر اللي راح كسعالم بعد 28 سنة ماينفعش يا جماعة يكتب على عربية اللي هي شغالة فيصل هرب قالك من قلبي الجليد سنعود فائزين يعني رألك رقم 3 قالك لما نقول الفرعنة الدنيا تقوم تسمعنا ايه اخوانا ده ايه ده اخ لما نقول الفرعنة لما نقول الفرعنة الدنيا تقوم تسمعنا ايه الركاكة دي اخوانا ده ولا الحكم اللي بتكتب على المشروع والمان لا يعلم المشروع هو المكرباص اللي لونه لابني اللي بتلاقوه تيوتها اللي موجود في كل حتة في مصر ما في جملة توحد ربنا اللي فيه فحطتها للناس يختروها تبقى عدلة مكرباصات مكرباصات يعني تكاتك تكاتك فقالك لما نقول الفرعنة الدنيا تقوم تسمعنا واخده خمسة وخمسين في المية ومن قلب الجليد سانعود فائزين عشر في المية واخد بالك هو كله سجع اللي هو بتاع التلاتينات ده سجع قديم او من ابو طربيش قللك عدنا بعد سنين علشان نسعد الملايين نفرح اي حاجيين وبعدين هو قالك من قلب الجليد فكسرت منه فرح ما كمل قالك سانعود فائزين طب ايه العلاقة طيب تمكمل سجع قالك ما هو كده تمشي يعني فلما نقول الفرعنة الدنيا تقوم تسمعنا فاحنا بقى لطاف جدا جدا لما الدنيا قلبت معنا تكاتك شوفوا تعليقات الناس قسما بالتعليقات الناس احلى من التعليقات اللي حطينا هم نفسوه قالك الحلوة تفاحة للسفر والسيحة قالك الكرة مشكرنا بس صلاح مصبرنا ده بص حوريكو حاجات قالك ان كنت في الدفاع تاجر فانا في الهجوم فاجر قالك سيب رقك للاسعاف ده معانا صلاح الهداف وايه بقى هم ممنشنين فيها الفيفا يعني خلاص ما العملية خلاص خرجت ما احنا كده بنتكلمش بدك احنا كده بنهرك فاحنا كده بنهرك قالك الخواجات عملوها والمصريين والمصريين هيدلعوها قالك رص الدفاع خبرة مش فاتلة وقبرة قالك يا رب صبحنا وربحنا وفروسيا ما تفضحنا اتكسلينا عشان صلاح اللي مودين قالك اللي ما اعرفش الفراعنة قالك اللي ما اعرفش الفراعنة مين يكتب على قابره احنا قاسفين وبعدين مصطفى دارش كان قالك ايه لو عندوكوا لعيبة سوبر احنا عندنا هكتر كوبر لا تقول لي سوارز ولا كفاني اللي هيقابل صلاحها يا عاني خلنا احنا في التهريج ما حدش بيعرف هرق زينا فحتى قالك في الرمل اتفنوا رسكو الفراعنة جايين يحتلوا موسكو ففي التهريج ما حدش حيبقى زينا يا جماعة فانفضلكم الناس الاخواننا اللي في القارة الاخرى ولا اللي عايشين في كوكب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم قسما بالله التلات عبارات اللي انتو حطنهم للناس ما في اسوأ من كده لا يعبروا على الاطلاق لا عن حضارة البلد دي ولا عن عراقة البلد دي ولا عن اهمية البطولة دي ولا عن اي حاجة الكلام اللي انتو كاتبينه ده ده عبدو الكارف هو اللي كاتبه لكم مش حد تاني خالص مش منطق خالص تتعامل مع عبارة هتتكتب على اوتوبيس منتخب مصر بالسفه ده لو هنهرج فاخدوا حاجة من من اللي الناس بتهرج فيها لنما لو بنتكلم بجد لو بنتكلم بجد فانا مش متخيل اوتوبيس منتخب مصر يتكتب عليك كلام الفاضل اللي الفيفا ده كاتبه ولاك تصويته وبتاعه ومش عارف ايه ومفروض الناس تخش تختاره وتصوته وتنقي من ضمن الكلام اللي مكتوب فمن فضلكم لو سمحت نرتاق شوية حتى بالعبارات انا معرفش مين المسؤول عن الفيفا ولا عن الموقع يعني الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بس انا متأكد من اللي انا بقوله ده هو نبض الناس العبارات اللي محطوطة وانا لو عملتلكو دلوقتي تصويت عندنا احنا هنا في البرنامج تعرف ردود افعال الناس ازاي على التلات عبارات الركيكة جدا جدا الغير معبرة اللي فيها يعني جماعة يعني ما بعرفش الناس حتى كم تتعامل ليه بالمنطق ده اصدقوا احنا اين ومش عارف فين والملايين جوا تلاتينات انتهى من زمان كلمتين معبرين خالص برح السعودية عملت الطائرة الخاصة قال لك السؤور قدها كلمتين خلصوا القصة مش موضوع تعبير احنا ولا بنتكلم زي ما بقول زي ما بقول معمولة على ظهر توك توك ولا على ظهر مكرباس جمعية لا يا جماعة مش كده ففي التهريج ما حدش هيغلبنا يعني في التهريج هنهرج سوا مع بعض وخدوا حاجة من اللي الناس مهرجة فيه انا عجبتني او الكرة الكرة مش كارنا بس صلاح هو اللي موصلنا عجبتني او بصراحة تعالوا نشوف مع حضراتكم اخبارنا النهاردة نبتدي بيه اخبار نادي الا والعايزين فاصل دلوقتي اختار يا كابتن حازم فاصل سريع ماشي يلا فاصل سريع بعدين نبتدي كلامنا كابتن حسام البدري قبل موقعة التراجي كان اللفعون الراجل بعيش توقتات صعبة جدا جدا الحقيقة يعني انا بشوف انه كابتن حسام البدري عمل فرقة كبيرة جدا وعمل موسم مهم جدا مع النادي الاهلي في الدوري سبحان الله وهكذا يتعامل الناس وانا ما بحبش الحقيقة التعامل اللي بيكون بالشكل ده راجل خسر ماتش الزمالك ومن بعد ماتش الزمالك خسر ماتش الزمالك وهو بالنسباله تحصيل حاصل يعني هو بالنسباله مش حفر مع حاجة اكتر من ان هي بطولة خاصة امام الزمالك قد يكون للماتش اهمية جماهيرية لكنها لا تتعدى اي شيء اخر يعني ما هيش بطولة يعني خسر الماتش ده وبعدين خرج من بطولة الكاسفة مبارح هاشتاج كبير جدا قيله او اقيله كابتن حسام البدري انا بشوف انه التعامل ده التعامل ده هو تعامل سطحي للغاية وتعامل مورط للاهلي في هذا التوقيت اذا كان اللي منزلين الهاشتاج ده هم اهلوية فعلا ويثقوا في فرقتهم او عارفين انه فرقتهم عندها ماتش مهم في الفترة اللي جاية في افريقيا على الالة يا اخي صبر نفسك شوال حد بطولة افريقيا وشوف ايه اللي هيحصل ولو حصل اي حاجة غير اللي انت متوقعها او غير اللي انت منتظرة ومستنيها وبقول اللي انت عايزه لكنه دلوقتي انا بشوف انه التعامل ده غريب جدا جدا هي بطولة اي نعم خسارة خسارة كبيرة جدا للنادي الاهلي في الكاس من فريق صعد حديثا اه لكن دي كرة القدم فيها مكسب وفيها خسارة لكن ما يصلش الامر لا يصل الامر باي حال من الاحوال لانك يبقى يعني من ضمن الدعمين لهاشتاج مش عارف اقيله كابتن حسام البدري امور مش كده خالص اه وانا مدرك حقيقة عاطفة الناس ده منها اللي تتحكم فيها في فكرة المكسب والخسارة من قبل مطش الزمالك كان الكابتن حسام البدري هو اعظم مدير فني للنادي الاهلي لانه الراجل عارف هتعامل بشكل كويس جدا جدا مع الفرقة لكن خسارة مطشين خلت الناس كلها تقلب اه وتتغير والحقيقة انه انا بشوف انه ده مش من الانصاف على الاطلاق اه الكابتن محمود الخطيب بيحاول قطع رحلة العلاج والعودة الى القاهرة خلال ساعات بيحاول انه يحصل على اذن طبي من الطاقم الطبي اللي بيشرف على علاجه بالعودة اربعة ايام للقاهرة وبيرغب كابتن بيرغب طاعة كابتن محمود الخطيب عقد اجتماع مع لعيبة الاهلي قبل موقعة الترجي احتمال كبير اذا رجع كابتن محمود الخطيب للقاهرة هتوجه مباشرة لبرج العرب علشان يحضر المران الختامي للاهلي والاجتماع مع اللاعبين والله يعني كابتن محمود الخطيب بيجي على نفسه كتير جدا جدا صحيا اتمنى انه لو مش في مصلحته خالص العودة لا يعود دلوقتي خاصة انه العملية لسه ما بقلهاش فترة ويعتقد انه بيحتاج الى توقيت مناسب علشان التعافي كابتن حسام البدري بيفاجئ لعيبة النادي الاهلي براحة من التدريبات كابتن حسام زكي جدا في الجزئية دي مبارح في المؤتمر الصحفي عجبني جدا الحقيقة وفي المؤتمر اللي قابليه كمان في معدماتش الزمالك لك محدش هخليني هاجم لعبتي محدش هخليني انتقد لعبتي ومعها ما عنديش حد خزالني وما عنديش حد اقصر عندي يمكن اداء جماعة يكون قل شوية وانا عارف المشاكل اللي فرقتي وانا اللي اقدر اعالجها ده مدير فني مسؤول وعارف يعني ايه فرقة ويعني ايه قوام ويعني ايه نحفظ عليهم وقت الخسارة ولو ولو كابتن حسام البدري كان قال اي حاجة تانية غير كده اي حاجة تانية غير كده كان جاب اسم لعيب وقال لخط من الخطوط وقال انه هما السبب في هزيمة او في اي شيء كان لها الحق انها تنتقد وتقول اللي هو عايز لكن الكابتن حسام حقيقة حتى كمان من ضمن الامور اللي بيشوفها انه فيها زكاء هو انه ايه ده اللعيبة اه راحة اشخفف عليهم الضغوط شوية وما حسسهمش انه اه انه هما يعني الدنيا اتقلبت وهو دخل على مطش مهم جدا مطش الترجي فتحي وحمودي انتظموا فيه اه المران او حانتظموا فيه المران غدا ان شاء الله باذن الله اه كانوا غابوا بسبب الاجهاد والاصابة معسكر مغلق للاهلي 48 ساعة قبل مواجهة الترجي اه من يوم الاربع ان شاء الله باذن الله بعد التمرين الاهلي حيروح لبرج العرب الترجي بيختر الاهلي بموعد وصوله عبر طائرة خاصة دارة النادي الاهلي خاصة احد الاداريين بفريق الكرة لمرافقة بعثة الترجي اثناء فترة تواجدها في مصر ولتالبيت كافة مطالبها وازالت اي عقبات قد تواجهها في اطار العلاقات الجيدة اللي بتربط بين الناديين الاهلي والترجي هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنكون متواصلين مع حضراتكم في اخبار وتفاصيل مهمة جدا لنادي الزمالك لينكن لو تفتكروا لما كنا بنتكلم في موضوع خالد امر وانه حيلعب المباراة ولا لأ اخر التفاصيل اللي كانت عندنا انه خالد امر حيلعب ماتشو امام الزمالك وهو راجل منتقل الى الانتاج فالزمالك بيختر الانتاج الحربي انه في شرط جزائي في عقد خالد امر في بند بيمنع مشاركة خالد امر في مباراة الزمالك والانتاج الحربي بدور التمانية في بطولة كاس مصر وفقا للمصدر اللي اكد لنا انه في شرط جزائي في عقد الاعارة الثلاثي بين اللاعب والناديين وقع عليه كل الاطراف بيقتدي او يقضي بانه الانتاج الحربي يدفع 500 الف جنيه لو شارك امام الزمالك وزمالك ارسل ده وفكر بالانتاج الحربي اتجاه في الزمالك لاستبعاد اوباما من قائمة الرحلين في المسم ده وانه يكون مكمل مع الفريق والحقيقة انه ده تصرف حكيم جدا جدا يوسف اوباما واحد من اللاعبة المنتمية جدا لنادي الزمالك وعنده قلب وعنده روح وعنده يعني كفاية انه واحد من ولاد الزمالك كفاية دي يعني في حد ذاتها عملة ندرة انا عمال ادور على تعبير يبقى مناسب عملة ندرة ولاد نادي الزمالك في فرقة نادي الزمالك هم عملة ندرة ادهم على صابع ايديكم فمهم جدا اللاعبة اللي عندها الحمية دي تنقلها لباقي اللاعب وبالتالي حيكون مكمل مع الفريق معروف يوسف مستني عرض اوروبي خلال الفترة اللي جاية ديت الزمالك كان فترة من الفترات لما كان موجود الكابتن ايهاب جلال كان خلاص رجل كان هنتنقل للفتح السعودي بعدين كابتن ايهاب جلال قال لا يكمل معانا دلوقتي هو اللاعب عنده عرضين شفاهيين واحد من نادي الماني وواحد من نادي فرنسي معرفش الخبر اللي حقوله لكو ده انا عارف الناس هتقولك يا عم انت قلت ان الخبر ده دي مثلا 900 مرة بس انا مضطر غصبة عني ان انا اقوله لكو الحقيقة انه كل مرة فيه جزئية حراسة المرمة ونادي الزمالك بيبحث عن حارس فالمرة دي يتجدد ويعود لزور مرة اخرى اسم ابو جبل وابو جبل كان مواقع للزمالك كان مواقع للزمالك وهي مسألة انتهاء بس تعاقد واتفاق ببينهم وبين سموهم هل في حراس تانية كلمة من الزمالك كلمة حراس كتير اي وفاة من الاوقات كان محمد عبد المنصف حارس نادي الزمالك السابق وفاقت من الاوقات اتطرح اسماء الناس كتير جدا مهدي سليمان اسماء تقريبا تلاتة او اربع حراس مرمة انما يعود مرة اخرى للزهور ابو جبل وابو جبل كان بيمرنه كابتن ايمن طهر واللي عاد مرة اخرى انه بقى موجود ويمرن حراس المرمة هو كابتن ايمن طهر وبالتالي اصبح دلوقتي مبرر فكرة انه الكابتن ايمن هو اللي يكون من ضمن طلباته وجود ابو جبل رئيسة زمالك قال انه جروس حاصل كريستيان جروس حاصل الاسبوع المقبل بصحبة جهازه الفني وقال انه تم الاتفاق على كافة كل شيء وانه الراجل حيجي في التوقيت اللي اتفقوا عليه دي لقطات كده كانت لجروس اثناء تواجده في السعودية واثناء تدريبه لأهل جدة السعودي رئيس الزمالك بيقول انه اللجنة المالية رفضت صرف مكافئة عيد العمال ووجه التهنئة لعمال النادي بصفة خاصة وعمال مصر بصفة عام الراجل وقال لهم كم معتاد خلال تلك المناسبة انه يصرف شهر للعمال والموظفين اللي دورهم في معاونة النادي قال انه اللجنة المالية تعنتت بشكل كبير جدا ووقفت حائل دون دلك ده عن الجزئية الخاصة او الخاصة باخبار نادي الزمالك طيب خلوني برضو نقرب اكتر من الصورة فيما اتعلق بجزئية انه خالد امر مايلعبش المباردية فدايما لازم احنا ناخد رأي ناس مختصة في الجزئية دي هل ده قانونا جائز ولا مش جائز العقود برضو لها تصريف معينة سمعنا في اوروبا الحقيقة انه في عقود لعبة بتتعمل بالشكل ده لكن هلا عندنا هنا في مصر نفس الامر نفس الشيء انا معايا على التليفون البلدوزر كابتنك كابتن مجدي عبدالغاني عضو مجلس قدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يا كابتن مجدي مساء الفل مساء الخير يبراهيم ازايك؟ ما عليك وحشن كتير يا فندم؟ وانت اكتر يا جميل والله اخبر حضرتك ايه؟ الحمد لله الحمد لله شايف صورك وانت في استاد بليرمو اه حاجات طلعة جديدة دي اه طلعة جديدة حاجات جديدة ان شاء الله بإذن الله الله يوسع عليك الناس هتنبست ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله يا كابتني عايز اسأل حضرتك فيما تعلق بقانون بقانونية مشاركة خالد امر من عدمه في مطش الانتاج الحربي والله هو طبعا احنا مفيش يعني احنا عندنا في العقود مفيش حاجة مكتوبة ما عندكوش في العقد في اتحاد الكورة مش موجود لا طبعا لو مش مكتوب في العقود احنا ما راجعتش العقل في الحقيقة معلومة معالجة ان مش مكتوب في العقود لكن لو نادي الزمالك عنده حاجة تانية وكاتب الكلام ده في العقود اكيد هيقول يعني انما مبدئيا ما فيش حاجة تان مع اشتراكو يعني طيب ازا نادي الزمالك مسلا قالك لا احنا في عقد حاجة بتقول لسا ما راجعتو اه لو مش موسك في الاتحاد الكورة يبقى احنا ما لا اعترف الا بالعقود الموسكة اه يبقى العقد اللي عند حضرتك في الاتحاد الكورة مش موجود فيه كلام ده وبالتالي انت لا تعترف باي حاجة تانية غير كده يعني لو لجألك الانتاج الحربي هتقول له لا خلاص انا ما هم الانتاج الحربي لو عايز لي لعبه لو مش حاجة مكتوبة في العقود يلعبه لو فيه اتفاق بينه وبالناتزة مالك اه اه ودي هم عايزين ينفذوه ونفذوه مش عايزين ينفذوه ده موضوع بينهم وبين بعض صحيح طيب يبقى واضحة الصورة في الجزئية دي اذا من حق خالد امر انه يشارك في المهبره ما عايزش انه كنت بادئ الحلقة او عايز اسألك في حاجة كابتن مجدي الفيفا منزلين تصويت على العبارة للمفروض تتكتب على اوتوبيس منتخب مصر الحفلة بتاعت منتخب مصر تبقى موجودة تلت جمل تلت جمل يعني في منتهى الركاكة اللي في الدنيا ولا يعبروا على الاطلاق لا عن عرقتنا ولا عن البلدية ولا عن حتى كمان المشوار اللي احنا قطعناه عشان نروح كسل على ما عافش حاجة شفت التلت عبارات ولا لا لا هم التلت عبارات حاجبهم لك دلوقتي حالا على الشاشة وعايزك كده تعرف معنا لانه الناس طبعا داخلين عندنا في مصر هنا ترياقة بشكل كبير جدا على التلت عبارات قالك اعودنا بعد سنين عشان نسعد الملايين وبعدين قالك من قلب الجليد سنعود فائزين دي العبارة تانية وبعدين العبارة تالت قالك لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا يعني حاسس ان هما دول اللي يتكتبوا يا كابتن مجدي على اوتوبيس منتخب مصر او حفلة منتخب مصر والله طبعا انا مش يعني مليش رأيي في الموضوع دوت طبعا من اشمال ثاني اقرب لي في الموضوع دوت من لا ما هو ده مش انتو انتو كالتحاد كرة يعني انا اسف ده برا مسئوليتكو ده تصويت ده استفتاء مطروح للناس على الموقع الرسمي ليه الفيفا والله لو مضطرين نختار ثلاثة هنختار بتاع الفراعنة لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا اه يعني ده انتب حاجة لمتخب مصر اذا كان هو ده يعني حاجة اه خلاص تم تم شر لابده منه اذا كان شر لابده منه فكرني بالاغنية بتاعت بالحب تجمعنا والدنيا هتسمعنا بتاعت عمر دياب بتاعت زمان دي طيب جزئية بقى اخيرة عايز اسأل حضرتك فيها كابتن مجدي اه ازمة محمد صلاح هل انتهت بيه الكامل بنسبة 100% ولا لا والله بص احنا احنا لا يعني محمد صلاح نجم كبير وفي قلوبنا كلنا يعني في قلوب اعضاء مجلس الادارة اكتر وفي قلوب في قلب المهان ثاني اكتر من اي حد عمرنا عمرنا ما هنزعل محمد صلاح وعمرنا ما حتى لو جات على حساب نفسنا وحتى لو جات على حساب الرعاية اللي احنا عملناه يعني يعني بيعنا حقوق واللي خاد الحقوق استخدمها وخبال حضرتك كنوا ان في حاجة تعرضت من حقوق لاعب او 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 حد طبعا كنوا انه يبقى مع محمد صلاح احنا يعني لن نقبل ان احنا نقصر على محمد صلاح باي صورة باي صورة كانت وعمرنا ما هنزعله عظيم يبقى الموضوع خلص بنسبة 100% ده العنوان اللي انا كنت عايز اخده من حضرتك بإذن الله كابتن مجدي مسائك زي الفلو وبشكرك شكرا جزيل انا كابتن بيبقى كابتن مصر باشكر حياك شكرا جزيل طيب خلونا اروح لفصل وبعد الفصل مستمرين مع حضراتكم في الحريف والنهاردة في الجزء التاني من الحريف حيكون ضيفي وضيف حضراتكم حريف كبير كان الحقيقة يعني كابتن واقل رياض شيتوس نجم النادي الاهلي وهو حاليا من ضمن اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر الوليمبي مع كابتن شوق غريب اه نهاردة مدرب المنتخب كابتن واقل رياض حيكون معانا ان شاء الله بإذن الله في الجزء التاني انما خلونا اروح لفصل وبعد الفصل لسه مستمرين مع حضراتكم في اخبار منتخب مصر بمشيئة الله حيطير لإيطاليا يوم 26 مايو لمواجهة كولومبيا خلاص اتفقوا استقر الجهاز الإداري خلاص على كده اه وتعدل طبعا معادل صفر لإيطاليا علشان حناخد ان شاء الله بإذن الله مباراتنا الودية امام كولومبيا يوم واحد اه يونيو مهندس اهب الهيطة كمان ناقش مع الجهاز الفني بقادة هكتور كوبر اه الجزئيات دي كلها وتفقوا على صفر لإيطاليا يوم 26 بدل من يوم 27 انتخب مصرح لعب الكويت يوم 25 مايو في الكويت تحت الكرة بيدرس تعيين كابتن جمال غندور رئيسا للحكام بداية من الموسم المقبل ولكن هذا الامر مشروط اه التفكير فيه الكابتن جمال غندور جيه بسبب انه كابتن عصام عبد الفتاح اه شغل منصب نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم بجانب اه كلام كتير جدا جدا حقيقة اه فيما يتعلق بانه من الوارد انه يكون الكابتن عصام عبد الفتاح خلال الفترة اللي فاتت يعني ما اللي وكل حقيقة هو الراجل بيبزل مجود كبير جدا ولكن كثرت الانتقادات اه لانه الراجل واضح انه عمي زال قطر يعني بيكلم بصراحة فقالك يبقى من الممكن ان هو يكون وجات له اوقات كتير جدا جدا استقال كابتن عصام عبد الفتاح كابتن جمال غندور هنا وهو ده الشرط انه يكون متفرغ تماما ولا يعمل في الاعلام كابتن جمال غندور طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو محللنا التحكيمي اللي بنشرف بوجوده معانا هنا في دي ام سي سبوتس فالشرط الوحيد انه كابتن جمال غندور يبقى موجود من المسم المقبل في ظل هذه الترشحات انه يترك العمل الاعلامي عشور بيقدير مواجهة الزمالك والانتاج بالكاس المباراة هتتلعب ان شاء الله بإذن الله ساعة ستة ونص بكرة بستاد بيترو سبوت بعد ما رفض اتحاد الكورنة لها لبرج العرب الخميس اجتماع الحسم في اتحاد الكورنة الاستقرار على شكل الممتاز به على فكرة هيبقى اجتماع قوي جدا لانه مجموعة كبيرة من الاندية مش عايزة الدور يتحول الى فرق يعني من زي الدور الممتاز مش عايزين ده يحصل عايزين يظل مجموعات زي ما هو مبقاش 18 فريق اتحاد الكورنة خلال الجلسة دي هيحسب الموضوع بشكل نهائي وسطاء من الزمالك بيعرضوا 10 مليون جنيه ليه ضم لاشين مهند لاشين لعب الاسيوتي في وسيط عرض 10 مليون ليه ضم اللاعب لكن مجلس دارة الاسيوتي طلبوا 15 مليون هما الناس محددة 15 مليون كاش او 20 مليون ويحطوا 15 مليون ويحطوا نسبة او 20 مليون كابتن سامي الشيشيني هو المدير الفني للاسيوتي مبارك له حقيقة اختيار مميز جدا جدا من الاسيوتي حاجة محمود الاسيوتي رئيس النادي كابتن سامي الشيشيني هيكون معاه علاء عبدالغني مدرب ومعاه محمد عبدالمقصود مدرب بمحل الاداء ومحمد حياة من الشخصيات اللي شغالة بشكل كويس جدا جدا في موضوع تحليل الاداء ده تحديدا محمد عصمت مخطط احمال سيد شلب مدرب حراس اشرف بيومي اخصائي تأهيل احمد سلامة مدير اداري الاسماعيلي بيضم خليف هداف صيد المحلة لمدة خمس سنوات مقابل خمسمية الف جنيه راجل مسجل سبع هداف الموسم ده والناس بتلقبه برضا عبدالعال القسم الثالث نظرا لتقارب اداؤه مع اداء الكابتن رضا عبدالعال الاسماعيلي اتضرب على ركلات الترجيح استعدادا لبطولة كاس مصر والحقيقة يعاني زي ما حضرتكم عارفين انه الاسماعيلي ماشي بشكل كويس جدا جدا على مستوى الدوري والامور اللي خلص بيها الدوري او اللي المفروض هيخلص بيها الدوري بيحاول فيها الاسماعيلي مع المصري في صراعهم على المركز التاني لكنه في بطولة الكاس هي بطولة دلوقتي اصبح فيها امل كبير جدا بالنسبة ليه كل الاندية لانه النادي لالي خرج من الاسيوطي في واحدة من المفاجآت تعالوا نتابع مع حضراتكم تقرير عن المدربين وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم خالد امر طب قبل ما اروح خالد امر ليه الحريف قال غادرت معسكر الانتاج ولان اشارك امام الزمالك احتراما لاتفاق الناديين احتراما لاتفاق يعني انا لسه بقوله وارا دلوقتي الاول مرة على الهواء لانه انا جبت الخبر الاول انه الزمالك بعت اختار لانتاج قال له انه في شرط جزائي بعدين جبنا كابتن مجدى عبدالغاني قال ما عندناش اي شروط محطوطة في العقد الموثق لدينا في الاتحاد المصري لكرة القدم كابتن خالد امر قال لفريق الاعداد عندنا انه مش خلاص من معسكر الانتاج الحرب وانه لن يلعب لقاء الغد وفقا لاتفاق الناديين اللي كلمة اتفاق الناديين هنا الله وعلمان لحد دلوقتي على الهواء ما عرفش هل الاتفاق ده يا جماعة وانتوا قلولي هل الاتفاق بسبب الشرط انه في شرط جزائي ولا اتفاق خلاص جنتلمان كده ما بين الناديين اعتقد انه المهم في الموضوع انه خالد امر مهاش موجود بكرة في الماتش تقرير عن المدربين وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم طيب معا مكلمة مهمة جدا الكابتين خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي يشرح لنا بالضبط الموضوع عامل ازاي فيما اتعلق بجزئية خالد امر علشان الناس تبقى موجودة معانا في الصورة البداية كانت من خلال انه نادي زمالك قال انه في شرط جزائي بين الانتاج وما بين الزمالك بيمنع مشاركة خالد امر في اللقاء بكرة وبعدين خالد امر قال لفريق الاعداد عندنا انه اخد شنطته ومشي من المعسكر ولن يكون متواجدا في لقاء الغد الموقف عامل ازاي خالد امر جدد تعقده مع الفريق ولا لا حيكون معانا حالا كابت خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي علشان يشرح لنا الموضوع ده لحد ما يكون معانا كابتن خالد مهدي خليني اروح مع حضراتكم لتقرير عن النادي الاهلي وهزيمة الامس واللي كانت مفاجأة بكل ما تحمله الكلمة من معنى خارطة الطريق بالنسبة للنادي الاهلي في الفترة المقبلا كابتن خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي واحد من الشخصات النجحة جدا والمحترمة كابتن خالد اهلا وسهلا بك مساء الفل اخبار حضرتك ايه الحمد لله والله يا رب دايما تستحقوا الحقيقة خليني اسأل حضرتك موقف خالد امر النهائي ايه لان احنا يعني عايزين نحط المشاهد في الصورة احنا بقى عشان الكرة تخلص الموضوع خاد اكبر من حجه خالد امر احنا بعد مباحثات وكلام المستر مرتضى بصراحة برضو كان متعاوم معانا جدت اعارة خالد امر لمدة سنة وبالشارع بالمتشوق يعني الاعارة مكنتش مجددة النهار دا حصل اه سنت شهره هتنتهي سنت شهره خلصت يعني هي خلاص كانت خلصت كانت خلصت خلاص اه اه بصراحة هو اتكلم عن لواء اشتراف عام الرئيس النادي اه واتتكلم معايا وارجل احنا كا من الانديا اللي انا بحبها وهو عايز اقب معاه فهو متش انا العارة بالمشكل لخالد امر ممسلم كمان اه وخالد طبعا اكتنعه الموضوع خلص خلص على كده يعني دي قصات دي يعني دي في مقابل دي خالد يكمل معاكم مدت سنة بس اتفاق انه مايلعبش الماتش بتاع بكرة مظبوط كده كابتن خالد حاجة سمعني بقول لحاجة دي قصدي يعني اتفاق هو ما يلعبش بكرة مش اتفاق يعني مش اتفاق دي حاجة ودي حاجة تانية اتفاق جنتلمان اتفاق جنتلمان انه ما يلعبش بكرة طيب جزء الفني هل الجهاز الفني مكمل معكم ان شاء الله بإذن الله الموسم المقبل مضى سنتين من حوالي شهر بالضبط speaks لمواسم المكرمات دي سنتين كابتن مجد عبعاطي راح اصوا في المرحلة القادمة راح اسوا بإذن الله هيبقى في اجتماع للارجح انه هيتم بتحسيد الكابتن محمد عبد الله مدرب عام كويس والكابتن م possibil محمد مدرب وهنجيب بإذن الله في حد تانية يبقى موجود في الجهاز ان شاء الله بإذن الله انا بتمنى لكم كل توفيق ان شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاي وبشكرك شكرا جزيلا يا كابتن خالد بشكو حك شكرا جزيلا كابتن خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي إذن وضحت الصورة خالد أمر تجدد إعارته لموسم قادم بمشيئة الله في الإنتاج الحربي خالد مش راجع الزمالك هو اللي فهمنا دلوقتي خالد مش راجع الزمالك خالد أمر الموسم الجاي حيبقى بأميس الإنتاج الحربي وخالد مش حيلعب برضو مباراة الغد أمام الزمالك بعد الفاصل كابتن واقل رياض شيتوس حيني شرفنا وينورنا في الحريف